هذا وتسرع الجزائر والزمنة لاستكمال مشاريع تحلية مياه البحر بتخصيص جسر جوهيا لاستراد الأجهزة والمضخات وربح الوقت ما سيسمحوا باستكمال المشاريع الضخمة في ظرف قياسي بعد استلامها أول شحنة من مضخات قادمة من اليابان موجهة لتشغيل أربع محطة كبرى لتحلية مياه البحر الشهر الماضي تستقبل الجزائر شحنة جديدة من التجهيزات والمعدات المنقولة على غرار مغيرة سرعة المحركات بالمحطات عبر جسر جوي على مدار شهر عوض الشحن البحري يؤكد على إصرار صانع القرار في الجزائر الإسرع في عملية إنجاز محطات تحلية مياه البحر وتسليمها في آجالها المحددة وتم رفع عدد محطات تحلية مياه البحر إلى تسعة عشر محطة إلى غاية نهاية سنة الفين واربعة وعشرين إذ جرى برسم البرنامج الأول إنجاز أحد عشر محطة على الشريط الساحلي بقدرة انتاجية تبلغ اثنين فاصل أحد عشر مليون متر مكعب يومياً كما أنجزت الحكومة في إطار المخطط الاستعجالي ثلاثة محطات أخرى بقدرة سبعين ألف متر مكعب يومياً موازات مع إنجاز خمس محطات إضافية بعنوان البرنامج التكملي وهو ما سيوفر واحد فاصل خمس مليون متر مكعب يومياً بخمس ولايات في أواخر السنة الفين واربعة وعشرين وتهدف الاستراتيجية الوطنية للمياه الفين وواحد وعشرين الفين وثلاثين إلى تلبية حاجات الجزائريين من ماء الشرب عن طريق تحلية مياه البحر بنسبة تصل إلى ستين بالمئة هذا وتستثمر السلطات الجزائرية اثنين فاصل أربعة مليار دولار في المرحلة الأولى والثلاثة مليارات دولار أمريكي في المرحلة الثانية وستكون كل منشأة من المشآت الأحد عشر قادر على إنتاج ما يصل إلى ثلاثمائة ألف متر مكعب من مياه الشرب يومياً وسيبلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية نحو خمسة فاصل ثمانية مليون متر مكعب بحلول عام الفين وثلاثين